السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معينا في فيديو جديد ووصفة جديدة من قناة هانم في نفسي النهاردة هنشارك معكم طريق التحضير وكبة غدا لزيزة واقتصادية وعلى قد الإيد معنا ثلاث حبات من البطاطس المسلوقة المتأشرة هنبدأ دلوقتي نهرسها نراعي ان احنا نهرسها وياسوخنا عشان تتهرس معنا بشكل أحسن وتبقى نعمة بعد ما هرسناها كويس دلوقتي هنضيف التوابل معنا ملح وفلفل اسود وبابركة هنضيف كمان نص كباية من البقصمات وبضاية واحدة ونبدأ نخلط المكونات كلها كويس لحد ما تنتزج وتتجانس كلها مع بعضها دلوقتي هنجيب ورقة زبدة ممكن تستبدليها بالبلاستيك راب بتاع المطبخ أو حتى بكس نايلون هندهنها كويس بالزيت وفي نفس الوقت ندهن ايدينا بالزيت وناخد دلوقتي البطاطس هناخد حبة بحجم قبضة الايد نشكلهم كويس بين ايدينا وبعد كده نبدأ نفردهم على الورقة بحيث ان هي يبقى سمكة وسط ما تبقاش تميكة ولا تبقى رفاعة يعني تقريبا بسمكة قطعة البني كده هنحط واحدة ونحط المفروض واحدة تانية قصدها ممكن تعملي كذا واحدة مع بعض يعني احنا هنا نعمل تلاتة مع بعض تمام كده بعد ما فرضنا البطاطس دلوقتي هنبدأ نحشيها طبعا الحشوة دوت بيفضل شيء اختيالي احنا هنا هنحط لانشون وجبنا شيدر ممكن تبدلي باي حاجة تانية يعني ممكن مثلا تحطي خضار ممكن تحطي تشوح بصل على فلفل على طماطم مثلا او حتى كوسة وجزر وتحشي بها البطاطس او لو حابة تحشيها لحم وانفروم بخضار او اي حشوة انت عايزية الحشوة اختيالي ممكن تبدلي جبنة الشيدر بجبنة متزرلة بس بما ان هنا الاكل على قد الايد فهنحطينا لانشون ممكن تعملي اللانشون في البيت وتحطي فيها اللانشون معد منزليا يعني هنحشيها بالشكل دوت وبعد كده نقفل الجزء اللي فوق على الجزء اللي تحت ونتأكد انها قفلت كويس جدا من اللجنيب دلوقتي هنجبني إليها يفضل تكون تبال او ما بتلزقش نحط فيها معلقتين اتنين من الزيت نولى عليها على نارها دية وننزل فيها البطاطس بعد ما حمرت هنقلبها على الوش الثاني عشان تحمر من الناحية الثانية ناخد بالنا ونقلبها بحيث ان البطاطس ما تفكش معنا هنسيبها بقى تحمر من الناحية الثانية وبعد كده نحطها في طبق التقديم نحطها في طبق التقديم ونقدمها بألفة هانا وشفا شايفين ادي شكلها جميل ورائعة اقتصادية وسهلة ولزيزة جدا جدا هنشوف دلوقتي شكلها من جوه عمل ازاي ادي شكلها من جوه مشهية جدا اتمنى تجربوها وتعجبكم بألفة هانا وشفا ليكم لو عجبتك الوصفة هدوسي لايك واشترك في القناة عشان تشوف كل الوصفات الجديدة اشوفكم على خير في الفيديو الجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة